مرحبا بكم شاء الله الناس كلا تكونوا بخير و لا بس راتيكم اليوم في فيديو جديد و فيه روتين جديد اول حاجة ناخذين من وقت ووقتك من صلو فعل حبيب مصاب على افضل صلو سلام كيفما تشوفوا هذي روتينة متاع نهار لحد الصباح حصلوا ما نجمتش حصلوا ننخلي الفيديو على طبيعته ورقصيته الحس خاطر نحكو برشا قاعدين في الكوجينة ونحكو حصلوا اول حاجة كما تعرفوا نبدأ بها اللي هي الماكينة لازم ننفرغها من المعون خاطر كما تعرفوا ولا بيش يطيح المعون برشا ان شاء الله ديما يا ربي الدار عامرة باللعبات وان شاء الله ديما الضيوف موجودين بصراحة يجو ببركتهم كيما نقولوا نحنا ويضطر الحس في الدار بصراحة تحسها ما معادش يعني ثمك كيما نقولوا نحنا كيفش نقولوا نحنا نحنا نحس يبدأ بيت هكك تحس هدى الدار كيينها سبحان الله كيينها مهجورة بالرغم فيها لعبات تيجينا حد هكك زيد نولو هكك نحكو برشا تتحل برشا مواضيعا نولو نحكو برشا المهم اول حاجة كما تشفتو هذاك روتين متاعي كل اليوم لازم الماكينة تفرغ على الصباح باش من بعد المعونة اللي يتيح في الفطور متاع الصباح هذاك كله يتحط في الماكينة تبقى لي الكوجينة ديما ملمومة باش نرجع كلمعون هذاك البلاستو وباش نبدأ نحذر الفطور كيف ما قلت لكم اللي هنا حطيت سكيك المغارف كل شي حطيت كل حاجة في بلاستها واللي هنا جيت باش نرجع كلكيسين ورجع لصحنا حاصيلو نخلي جيس سحنين بركة ولا ثلاثة متاع الفطور اللي بش يفطروا فيهم والباقي يرجعوا البلاستو كل حاجة تشد بلاستها تبقى لي الكوجينة ننظيفة نلقا وننحوص كما نقولو نحن نلقا وننحط معوني مثلا كي يتمصخ معون ولا حاجة كي يلم الطاولة نلقا وننحط المعون المهم هذي روتين متاع كل يوم يعني ما هيش حاجة جديدة حاصيلوا ورجعت كل حاجة لبلاستها وبش نبدأ نحذر الفطور ان شاء الله بش نحذر لهم شكشو كالطماطم يعني بالعظم كما الأملات حاصيلو بالطماطم ساهلة وبسيطة وكما تعرفوا فطور الصباح ساهل وبسي ما فيه شي ما فيشو حاجات يعني ما فيشو تعقيدات كما نقولو نحنا وكما تشوفوا الفطورات متاع التراك الطاولة من هنا الغادي صحيح وما يفطروا بالقداء بالبي يعني يفطروا بالقداء اما بصراحة مكذبش عليكم راجلي استنس بتشربع مع باباه وكيجينا هكا حد زايد يعني فطار يحاولك ياخذ بالخاطر نقولو نحنا يفطر فطور متاع ما ياخذ بالخاطر ووظيف بالطباعة زادة ما يحب شكل حاجات بارش يعني كيبه مستنس في دارو يعني سيستام مستنس به في دارو نحاولو المهم كيفما شفتو حاطيت المجلة هذيكا متاع نحاس حاطيت فيها الزبدة ذوبتها وجبت الطماطم قصيتها كيفما شفتو الشرائح ما تكونش خشينا برشا مش فيه سعطيبنا تتهاتها الطماطم هذيكا في وسط الزبدة ونخليها تتجلى مش رش عليها الملح والزعتر ونخليها تتجلى على وجه هذيكا ومبعد ندورها ونزيد نفوحها بالملح والزعتر ونخليها تتجلى واخر حاجة مش نفوحوا العظم ونصبوها فوق منها ستكوني سائلة اسهل منها ما فهم ماش وهذه فطور سري وحتى مثلا النغدايا واللعشاء اللي ما عندوش فكرة هكا ينجم كيفما نقولو نحنا يحضرها الشاكشوكة هذية يبيت متعشي كيفما نقولو نحنا من غير لها ولكوسكسي لمقرونا لا يبقى يكسر في راس ويبقى يخمم اسهل حاجة واسرع حاجة كيفما نقولو للصغار والكبار زادة كيف كيف ياكلوا الحق ما عنديش مشكلة معاهم مما يتشرطوش في الماكلة كيفما شفتو رشية الملح والزعتر ونخليهم يتقلوا بالباهي كيفما شفتو ونبعد بش ندورها على الوجه الاخر ونعاود نفوحها بالملح والزعتر الزعتر اللي هنا يعطي بنا للخضرة متاعنا والعظم خاصة كيتبدا شاكشوكة هكا فيها العظم حاولوا تفوحوها بالزعتر راه ويعطي بنا ما نحكي لكم مش خاصة الزعتر متع الجبل يعني الطبيعي مش الزعتر اللي تزرع زرعة الزعتر متع الجبل ما نحكي لكم مش فيه بنا عالمية وريحته أصلا تفوح في وسط الدار المهم كيفما شفتو مش نقلبك الطماطم هذيكا نقلبها وخليها زيت تتقلب البيهي على الوجه الثاني ومن بعد مش نجي فلفل اكحل وفلفل احمر مهاروش وملح ونركضهم بالبيهي ونصبهم فوق الطماطم هذيكا وخليهم تقريبا درجة من زمان لان العظم هذيكا طيب يعني ما تخذش برشا وقت الحاكم تعربي وبالطبيعة ان شاء الله بش نشاركوا معاكم في الفيديو هذيكا الطريقة كيفاش تنجموا تصبروا الجبن بتاعكم من المدة طويلة خاصة الجبن اللي يبدأ فرش كهذيكا البيض انا رجل اللي الحقيقة كان يشيري حاضر حرمت عليه وقيتم عاشت يشيري حاضر خطر يشيري حاض يقول لي ريحة خائبة في الدار وانا بنجدب الش عليكم ريحة لكن ريحة جبن comparison تعرف بحشيكم هذا متأه Background المهم هناك 3 كعبات عظم حصلوا حضيت عليهم فلفل الاكحل فلفل مهاروش وعمل ملح واركضتهم بالبيهي حثي ونصبهم فوقاها لذيكا وثيث لماذا تكون شكشوكا بتاعنا حضرة وماذا نقص الفema كيفما�okolonic حصلوا الغذيكاとermo Heinz خيار وطماطم وشوي زيتون ومعجون يعني فطورة عادية كما فطورة النسي الكل كما نقول ونحنا كل مرة هكا نوعين هم حاجة خاصة الماكلة هذية مثلا شاكشوكا كل مرة نوعا متاع شاكشوكا مرة يعني مهلمة كل مرة وكيفاش يعني كل نهار وقسمه اما الزيتون هذيك والجبن والخيار والطماطم هذو كم بعض يعني في الفطور متاع الصباح المهم فبتك العظم هذيك والهناك كما شفتو هذية شاكشوكا متانة حاضرة بشنغطيها نخليها تبقى سخونة بشنكمل نقص الجبن ونستنيهم هما حتين يقص وجوههم وحصلوا يركهم أمورهم والهناك كما شفتو هذيك كما تلاحظو شوفو كينا نقص فيه تحسو يابس الهناك شراهول يراهو فرش كما نقولو نحنا أطول نوريكم الطريقة كيفاش تنجموا تستحفظوا به مدة عام كامل تصوروا انتم ما يصير له حتى شي لينتوا فالكم الكمية وما يصير لها حتى شي أنا لها خطر كيبتعرفو جاء سلفي هذيك وابارا ما بعد جمعة ولا قديش بش يلاحقوا زوز ابنتو ونسيبوا يعني رجل بنتو وليدوز صغار زوز يعني اخدينك كونتيتي كبيرة هاني منا تبقى اننا نحنا ومنك يجي نظيف لاخر اننا نقو نش نحطوله في الطاولة يعني في طور الصباح كيف ما تلاحظو تحسو هيبس الجبن هذي بعد ما عملتو يعني باتلي لكاملة في الملح ومن بعد حطوتو في المال بيرد بش يتنحى منه وكل ملوحة هذيك تتنحى منه صدقوني طريقة ناجحة وما تلقاهيش حتى في بلاسة تلقاهي كان عندي وحد ما يقوموا يقول لكم عليها حتى الجبن كتعملوا في الدار وحدكم وتخافوا ليه في صديلكم بالطريقة هذيك نجم تستحفظوا علي إن مهم محظر التكلف طير وتوابش نفرش الطاولة الناب متاع الطاولة حصيله البارح بعد العشاء تكبت عليه شوي سوس حصيله متاع السلاطة بطبيعتي هكيك يعني الناب متاع الطاولة كل يوم يتغسل نارميه في المكينة يتغسلها كنصيف ساعة دورة متاع صيف ساعة ونارميه في الشريطة يشيح بما انه الدنيا باردة يعني تقص برد كل شيء وش يسمو هذيك الجزدو بيه اللي يخدم يعني كل تسخين السونترال هذيك كل البتاك كما نقوله نحن الوراية بالضبط هذيك يخدموا متاع الصالة كبير بارشا وليت تويترناب هذيك وانشرتوا في الصالة بش يصبح شايح على الأقل بش نعود نفرشه وعلى فكرة عندي واحد منه وآخر أما نستسهله هذي بصراحة خاطر هذي متاع الدهك ونقوله نحن حتى كتتتكبع ليه حاجة في ساعة تنحى مشكلة لآخر أكل روز متاعه واضح كي تبقى يعني نقوله نحن بقع متاع حاجة تبقى فيه تبقى ظاهراء المهم جبت هنا حصلوا لصحنا بش عطلهم لصحنا وبش نحضر الطاولة كما قلت لكم ونجيب الفطور ونحطوا توتفوا هراه وسطقوني فطور ساهل بسيط فطور متاع ناس بوسطة كما نقوله نحن الحمد لله ما عناش وما خاصناش الحمد لله يا ربي إن شاء الله الحياة اللي عايشتها الحمد لله يا ربي نحمد ربي ونشكر على الحياة اللي عايشتها وإن شاء الله كل إنسان ربي يرزقه اللي عندي وأكثر إن شاء الله كل واحد ربي يرزقه على جد نيتو وعلى جد كما نقوله نحن كين نيتو باهي ربي يرزقه على جدها كين نيتو خايبة ربي يرزقه على جدها كل واحد يعرف شنوه في قلبه المهم اللي هنا باش نحط الفطور حاصيله طاو نوريكم الفطور حاصيله وكيف ما قلت لكم ان شاء الله نوريكم الطريقة متاع الجبن باش نوريكم طريقة الجبن اللي هنا الفيديو هذي متاع لحد درني باش نقسمه على اثنين خطر كما تعرفوا حوسة في الدار وباش نخرج للشارع حاصيله في العشية وليت شاركت معاكم الجزء اللي هنا في الدار هذي جزء في الدار شاركت معاكم وان شاء الله الفيديو متاع الخارجة في العشية حاصيله يعني نشارككم في فيديو اخر ان شاء الله نوريكم شنوه شريت حاصيله ونمشيت بالضبط شنوه عملت المهم هذي الطاولة متاع شفتو شوي جبن زيتون معجون شوي خيار وطماطم وشاكشوك اللي عملت هذي كمتاع الطماطم والحمد لله ان شاء الله ربي يديمها نعم ويحفظها من الزويل وربي نبعلينا وعليكم وعلى أمة سيدنا محمد وربي يعطي للي ما عندوش المهم حصيله وبعد ما كملنا اختارنا وركحنا امورنا على فكر انا ما عنديش معها الفطورة ذيك الكامل تشوفوه ما عنديش معها اصلا العظم من نص متكعبتين عظم مثلا نحط لهم شوية ملح شيكم ونناكلهم كيكة من غير خبز لحتى شي وبعدهم بسويعة كيكة نعمل قهوة ولا ساعات حتى مناكلش نعمل قهوة وبعد كي يطلع النهار مع العشرة كيكة نولي ننتفقد روحي كي ما نقوله واصلا استنست يعني توا شهرين استنست يعني نفق نمشي معاها نوصلها ونجي نعمل قهوة مع العشرة كيكة نبدأ نطيب في الشربة متاع حموية ولا حاجة نبدأ نحرك في الدار وقتها نتفكر روحي نعملها كساندويتش خفيف ولا حاجة كل مرة وكيفاش كل مرة وشنوه حصيله الحق متاع ربي المهم عبيت المعون حصيله في الماكينة باش نحط المعون وكيف ما قلت لكم طوى ان شاء الله باش نشارك معاكم الطريقة متاع الجبن على فكرة وللأمانة الجبن بيطة الليلة كاملة في الملح يعني الفيديو اللي باش تشوفوه هذية البرتي متاع الجبن هذيك اللي حطيتو في البانو راهو بيت ليلة كاملة الجبن في الملح باش يعطيني النتيجة اللي حاجتي بها يعني باش نقولو نحنا يجند يبس ويعطينا النتيجة اللي حاجتنا بها لهنا كما شفتو جبت الكاردونا من بره لما تعرفوا سلفي جاي يعني بالسبت وهذية صبحية لحد باش نفرغ البردجين والقارس هذيك باش ما يفسد ليش باش نجيب الزيتون زادا مفرغوا باش ما يفسد ليش حصيلوا مفرغت القادية ليجابها باش ما يفسد لي حتى شاي وما يتضرب حتى شاي كما تعرفوا التقص يعني في الدار سخون والبره بارد انوالي نحط يعني القادية هذيك خاصة لبوردجين والقارس نحطه من البره في البالكونة خطر باردة وفي نفس الوقت يعني نقولو نحنا اللون يزيد يغمق شوي كما تعرفوا ما هو شوقته جابنا بوردجين تومسون من الجاردة متاعه وجابنا القارس قدت له جيبوا لي الجشرة متاعه خشينة خطر باش نعمل بيها لمناظه ايلي نتحبها برشا قدت له جيب لي جشرة خشينة قللي يتاوه على اساس اني تاوه كما نقولو نحنا ندي باني بيهم روحي وقاللي تاوك نروح نعود نبعث لك في يعني في الموسم في طنبك الموسم متاعه يبدأ اصفر مزيان تاو نزيد نبعث للك المهم حطيت هذيكم على شيرة وتاوه جبت زيتون هذيك باش نعبه في البانو ونصب عليه ماء بالنسبة لزيتون زادا تاوه نشارك معاكم الطريقة متاعه ان شاء الله خطر على مراحل هو تاوه نشارك معاكم الفيديو متاع تمليح الزيتون الاخضر على فكرة ميحبوش برشا الهنا في الدار اما لازم يبدأ زيتون اخضر في الدار يعني كما نقولو نحنا على مرق التمالحة على حاجة هكا مثلا على يبدأ لازم سبحان الله ساعات استحق له هكا في حاجة هذك عليش اخترت اني نملح ثلاثة كيلو يعني طلبت منه قلت له ثلاثة كيلو بركة يزي فيه البركة خطر وكمش يجيب اكثر قلت له ثلاثة كيلو يزيونا وان شاء الله بإذن الله الزيتون الاكحل كي يبدأ الموسم بتاعه ان شاء الله تاوه نشارك حتى عشرين كيلو هكاكا انو نشارك معاكم الطريقة المهم هذا يجبن اللي جيبهوا لي راجلك فما تشوفوا الطريقة ما نحكي لكمش معبي بالماء تصوروا انتم خمسة كيلو وشي لهم حاش عينيكم حاش عينيكم يعني تدخل في الطاير المهم اخضيت لهنا الملح الصخري او الحجري او حصيلو اللي هنا يسموه كايتوزو واللي يسموه سيواستوزو لهنا اللي عنا نحنا في تونس نسموه الملح لاحرش كما نقولو نحن مش الملح لارطب لا الملح لاحرش اكل يبدأ كل حجر نقولو نحن فيها كعابر هذيك اللي بيش نخبي بيه الجبن امتاعي لهنا كما شفتو عندي الجبن كما تشوفو نقصوا هكا طروف حسب الرغبة يعني الطروف جد ما تحبوا انتم تنجموا تقصوهم صغار تنجموا كبار ونحطوه في الملح حكيك نغطسو في الملح بالباهي نحاول نغلفو بالملح يعني الجبن هذيك الكل بيش يتغلف بالملح بيش تخرج منه السوائل اللي زايدة فيه الكل والجبن هذيك ايه بس اخذيت بانو كبير خاطر كمية كبيرة اخذيت البانو هذيك وبيش نرص فيه الجبن كامل بيش نغمو بك الملح هذيك ونحط في البانو كيف ما شفتو بالطريقة هذيك نحاول لكن هذيهم اللي بعضهم نحطهم بجنب بعضهم هم بعض بطبيعة وتوياها بطمن والما كامل نبدأ نقص بالطرف بالطرف ونحط في وسط الملح هذيك ولازمين نغلف الجبن متاعي بالملح اللي هنا الملح كما تعرفوا مادة حافظة طبيعية وفي نفس الوقت زادة ينشفلنا الجبن متاعنا من الماء كزايد الماء اللي زايد فيه هذيك الكلو صدقوني انا قلت له راجلي قلت له خديتي خمسة كيلو جبن ظاهر فيه ومثلاثة كيلو باركة يعني تشوفوا كمية الماء في ال؀خر ما يدش طلع منه مجبن هذيك كي يعني متص وكل ملح هذيك طلو تشوف كمية الماء اللي خرجت مجبن حصيرو نقصوا بنفس الطريقة. الحجم يعني حسب الرغبة يعني الطروف متاع الجبن حسب الرغبة خاطر مش نحط في بيدون كبير انتو مابتبعه حسب المعون اللي عندكم اللي بوش تخبو فيه حسب الحقوق اللي عندكم تقصوا الطروف على جد المعون هذيك اللي بوش تخبو فيه الجبن وهذي يا راهي طريقة متاع جبن اللي thousands financing في الدار راهو سهل ما فيه شاي جسد تحليب بقري فرشك ومعها مغير فاتن تعخل وهذاك هو في سعى الجبن يبدأ حاضر يعني تستقطروه يبدأ جبن المهم باش نكمل بنفس الطريقة هذية الجبن هذيك نغلفه بالملح ونحطه في البانو وبطبيعة تشوفوا شنه باش نعمل بالضبط صدقوني هذية الخطوة المهمة والوحيدة في تصبير الجبن راهو من غير تكسير راس من غير ما حتى شاي اخر من غير ما تستعملوا مواد حافظة من غير حتى شاي هاكم شفتوا شوية ملح نغلفوه بشوية ملح ونخلوه ليني نشوف من الممتاعه هذيك هي الحكاية الكل ثم ناس تحط مواد حافظة ويعملوا حاجات يعني يصبروا بها الاجبان ويصبروا بها برش حاجات لما نكذبش عليكم هذية طريقتي ما نبدلهيش عندي سنين الله نخبي بها الجبن بالطريقة هذية مع دال البرويد الخرانية حصلوا كيف ما قلت لكم يعني سبحان الله ساعات الظروف هكا تحكم في البشرة انه ياخذ الحاجة حاضرة ولو اني رايحاشت الدار ما خيرش منها وما انضفش منها الجبن مثلا سنعملوا في الدار واحدي ما لقيتش منين نشري حليب بقري اضطرنا ان ينشروا جبن حاضر كيف ما شفتوا هذو مطروف يعني الطرف اللي بقى من الملح هذيك حصلوا وكل وين تحطوا مثلا نقولوا نحنا فرشة بتاع جبن حاولوا ترشوا فوق منها الملح تكثروا له الملح باش الملح هذيك يعاونكم باش يخرج منه السوائل الكل اه تخرج منه السوائل وفي نفس الوقت هو مادة حافظة كيف ما قلت لكم كي تستحفظوا على الجبن بتاعكم تخبوه يبقى لكم مدة طويلة لين توفى الكمية ما يصير له شي لا يدود لا يخزز لا يصير له حاته شي يبقى كيف ما هو المو من هنا باش نحاول نزيد شوية ملح كيف ما نشوفوا من فوق باش الملح هذيك يعاوني يخرجك المال في الجبن ذاك الكلو طو تشوفو هذي يبش نغطيه الجبن هذي نغطيه ونخليه يبات ليلة كاملة وبطبيعة نوريكم الجبن كيفاش يخرج منه وكل ما هذيك ما هكا مستصفر شوي بطبيعة كل نقولو نحنا المصل مش حتى ماء مصل متاع الحليب هذيك لازموا يبات ليلة كاملة انا الحقيقة مكذبش عليكم للامانة كيف ما قلت لكم انا نبيتوا ليلة كاملة يعني الجبن وخليتوا وكل ملح هذيك يمتص السوائل الكل ويخرجها باش مبعد الجبن متاعي يبقى لي يعني نقولو نحنا يبس الجبن في عقله وحتك نستحفظ عليه يبقى لي المدة طويلة ما يصير له حتى شي لا يدود لا يولي طري لا يهط هطل حتى شي كيف ما شفتو فقط حطيت الملح اكهو ما حطيت حتى شي اخر هذي نخليه يتقو على جنب يبات ليلة كاملة وبطبيعة الصباح نرجع له ونشوفو حواله ونكملوا معاكم الفيديو المهم الهنا حصيله طلع النهار لاناك ما شفتو شفوا السوائل جديش طلعت شفتو ما جديش طلع بشن خلي حكاية تسويعة هكاكي يزيد شوي شوفوا الجبن جديش يبس صدقوني يبس ما نحكي لكم مش طاوم بعد نكسر لكم طرف قدامكم وشوفوه الجبن مش تعرفوا اليو خرج اخرجت من واك سوائل هذيك الكل هذيك راول ما لحطيت ولا حط شيره والماء متاع الجبن هذيك امتصوا الملح يعني خرج يعني من جراء المروح كيما نقولو نحن خطر خزنا الجبن متاعنا في الملح يعني عن رجدناه في الملح كيما نقولو نحن ترجيدا في الملح المهم THEY خلي هذي يزيد سوي على لنكمل قذتي و countries way لنحطوه في البيدون معاكم لهنا هذي رجعت له حصيلو الجبن بتاعنا إلى值 التقوار خطر بش نعبي في البيدون عندي البيدون هذيك اى هو في الأصل متاع الجبن البيدون هذيك شوفوا الهنا الجبن ولا يدكسر مش لعب قصما نحن نحاول نعبي الجبن في وسط البيدون كان جاء طريق يتغفز في داية و راية مرمدة بالجبن كما كان الجبن الكريمي نقوله نحن اما خطر يبس في عقله صدقوني ما نحكي لكم مش ولا حاجرة عبارة حاجرة بالنسبة للناس اللي مثلا يقول قايل انك بش تاكل الجبن هذي وهو مالحك بطريق هذي كيف تعمل بش تنحي منه الملح بالنسبة للجبن هذي هتنجم تخليها يعني نقوله نحن بش تاخذ كمية بش تفطر بها مثلا ولا تستعملها في النهارين اذيكم ولا ثلاث ايام تاخذ الكونتي دي اللي حاجتك بها وتحطها في ما بارد وتخليها مدة ساعتين ثلاثة حتى نقوله نحن حتى ثلاثة سويع في المال بارد ما تحطوش في المسخون حطو في ما بارد اذا حطتوه في ما سخون راهو جبن متاعكم يهطهطوا يو اللي يطريق حطوه في ما بارد وخلوه لان يخرج منه وكل ملحم تاعته وقت ليتنحى منه الملحم تاعته تعاودوا تشلوه بالمال بارد وتقصوه وتحطوه في الطاونا متاعكم وصحوا بالشفاء صدقوني ما فيه حتى شي لان كيف ما شفتو ديما نحاود نخذك البيدون باش يشد لي نقولو نحنا مش يرفع لي اكثر كمية ممكنة ولانا حطيتو على جنب وجبت حصيلو حكة اخرى باللارة خرجت البر للبالكونة جبت حكة باللار باش نحط فيها نحط فيها الطروف الزيدي ونباشي يبقولي لما حالة طروف شنحطهم في الطبقة بيكم باش نقصهم لفطور الصباح ودوة ان شاء الله كيف ما شفتو هذي الطريقة متاع تصبير الجبن او الاحتفاظ بجبن المدة طويلة صدقوني ما يخذ حتى شي وبالنسبة الماء هذي الماء المالح هذي متاعه اللي ملحنا فيه هذيك هو اللي باش نصبوها عليه يعني مناش باش نزيدو حتى اذا بقى ناق سوية ما تنجمو زيدو له ما بارد اما الماء هذي كيف ما شفتو في وسطه اللوطة في الجعر متاع البانو فما الملح كيف ما شفتو نعبي اكل ماء المالح هذيك على الجبن باش يبقى يصبر في وسط الماء هذيك ما يصير له حتى شي صدقوني ما يصير له شي اللي هنالبيدون هذي يبقى لنقص شوي باش نزيد شوي ما بارد بطبيعة ما بارد ميجيش الماء سخونة راوي هاتهات ما بارد كيف ما شفتو ومصمصت بها كل البانو هذيك من الملح وصبيتو عليه وتو باش نغطي البيدون متاعي كيف ما شفتو نغطيه بالباهي باش ميدخلوش لهوا وبطبيعة الحكة البلار زادة كيف ما تلاحظو روما لما يسخون لحد شي ما بارد نخضو بالباهي بشكل ملح هذيك يتخذخذ يعني في وسط الماء وبطبيعة نغطي زادة دابوزة البلار هذيك باش نحطها في الفريجيدير خطر باش تابقى كيف ما نقول نحن في متناول اللي ديني يعني تابقى قريبة والبدون هذي باش نحطه تحت الدروج في الظلمة يبقى لي لي انتوفى الكمية ميصير له حتى شي وبطبيعة باش نحط كمية حصيل وفضلة لكمية صغيرة حاطيتها في الطبقة هذيه هذي نقصها كيف ما قلتكم نقصها ونحطها في حكة ونخرجوها في وقت فطور الصباح صدقوني راهوا بالطريقة هذيه جبن متاعكم يصبروا لكم جد ما تحبوا وما يصر له حتى شي وعلى ضمانتي والضامنة ربي جربوا بالطريقة هذيه صدقوني جبن عبارة حجرة شوفوه كيفيش شوفو الجبن شفتوه عبارة حجرة تكسر فيها صدقوني طريقة ناجحة الف بالمئة المهم هذي الفيديو متعليوه ان شاء الله الفيديو عجبكم وان شاء الله كان خفيفة عليكم نتمنى تشجعوني ب أهل والأحباب بيش يستفادوا من طريقة متاع تصبير الجبن المدة طويلة ونتقبلوا في فيديو جديد وفي أمان الله